السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد اليوم 7 سبتم 2020 كما عودناكم دائما مع أخبار أسعر العمولات في السوق الجزائرية في هذه الصبيحة ارتفع الأورو وبقية العمولات تابتة قبل أن نتقل إلى الشرح لا تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمينا بلايك لنستمر نلتقي بعد الفاصل اللايك لا يدمر الصحة ولا يؤدي للوفاء اعمل لايك اليوم الفرنك سويسري 18000 عند الشراء 18300 عند البيع بالنسبة لاليرا التركيا اليوم 2000 عند الشراء 2300 عند البيع أما اليوان الصيني اليوم 2100 عند الشراء 2300 عند البيع بالنسبة للدينار التونسي اليوم 5800 عند الشراء 6000 عند البيع أزال تابت أما اليرام المغربي 1500 عند الشراء 1700 عند البيع بالنسبة للريال السعودي 4200 عند الشراء 4500 عند البيع لا يوجد تغير فيه أما الجنيه الاسترليني اليوم 2100 عند الشراء 2200 عند البيع بالنسبة للدولار الكندي اليوم 2400 عند الشراء 2700 عند البيع الدرهم الإماراتي 4300 عند الشراء 4500 عند البيع بالنسبة للجنيه المصري 850 عند الشراء 1000 عند البيع الدولار الأمريكي 17000 عند الشراء 17200 عند البيع الأورو اليوم مرتفع راه 19600 عند الشراء 20000 عند البيع ويختلف من ولاية لولاية بالآخر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الدراس ودعمنا بلايك لنستمر كما لا تنسوا زيارات مدونتنا معلومة ويب سأتركها لكم في الوصف أسفل الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة